قررت الولايات المتحدة تأجيل إطلاق دفعة جديدة من العقوبات الدكورية الشمالية في طار سلسلة من التحركات التي قام بها طرفان بهدف إحياء قمة بين الرئيس نال ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونقلت صحيفة وول سريت جورنول عن مسؤولاً أمريكياً البيت الأبيض كان مستعداً لإعلان نظام العقوبات المتصاعد أتلاثاء لكنه قرر تأجيل الإجراءات إلى أجلان غير مسمى ترجمة نانسي قنقر